بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته وكل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا لما قدم الحبيب الشفيع المدينة التي تنورت وتشرفت وتعطرت به وجد اليهود يعظمون يومين يوم النيروزي ويوم المهرجان فقال صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ أَبْدَلَكُمَا بِهِمَا خَيْرًا يومي الفطر والأطحى إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٍ وهذا عيدنا ودخل النبي على جارية تغني لأم المؤمنين عائشة فنهاها سيدنا أبو بكر الصديق فقال الحبيب الشفيع دعها يا أبا بكر إن لكل قوم عيد وهذا عيدنا وللعيد آداب وسنن من آداب العيد أن نكبر فيه ويبدأ التكبير في عيد الأطحى من فجر يوم عرفة من فجر يوم التاسع إلى عصر آخر أيام التشريق نكبر تكبيرات العيد جهرا ومع بعضنا البعض الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أمصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذريات سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا وهذه الصيغة تسمى بالصيغة المصرية التي أقرها الإمام الشافعي لما جاء إلى مصر نصلي فيها على سيد الخلق وحبيب الحق بعد التكبير والتهليل والتحميد ومن آداب العيد وسننه إحياء ليلة العيد من أحيى ليلة العيد ولو بركعتين أحيى الله قلبه يوم تموت القلوب ومن آداب العيد لاغتسال لصلاة العيد وأن يخرج الإنسان لصلاة العيد في الخلاء يذهب من طريق ويعود من طريق آخر ويهنئ من لقيه من المسلمين كل عام وأنت إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوى ومن السنن والآداب في العيد أن نصلي العيد وأن نستمع لخطبة العيد وصلاة العيد ركعتين يقرأ الإمام في الركعة الأولى الفاتحة والأعلى وفي الركعة الثانية الفاتحة والغاشية أو ما تيسر من القرآن يكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات وفي الثانية يكبر خمس تكبيرات ثم تكون بعد الصلاة خطبتي العيد ويجوز أن تكون خطبة واحدة على غير مذهب السادة الشافعية بعد ذلك يعود إلى بيته ويذبح الأضحية والأضحية سنة مؤكدة عن سيدنا رسول الله لكن معظى الناس في هذه الأيام يقول لا أستطيع أن أضحي لغلاء الأضاحي أقول له الله جل وعلا رفع عنك المشقة والعنت وقال في القرآن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها الأضحية سنة لمن كان معه فائض من المال يستطيع أن يضحي ومن لم يستطع فليس عليه أضحية بل يتصدق بما يسر الله له من صدقة ولا ننسى في يوم العيد أن نهنئ الأهل والأقارب والأرحام والجيران بهذا اليوم المبارك نهنئهم بالعيد ونصل أرحمنا ونصل من قطعنا لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ لكن الواصل من إذا قطعت رحمه وصلها كل عام وأنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوى بمناسبة عيد الأضحى المبارك وأسأله جل وعلا أن يعيد علينا هذه الأيام وعلى بلادنا بالخير واليمن والبركات اللهم آمين وبالله التوفيق وصلى الله على الهاد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلام الله عليكم ورحماته وبركاته